إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا للصلاة أقسام وهي الصلاة الواجبة ومنها الفرائض اليومية وصلاة الميت وصلاة الآيات الصلوات المستحبة ومنها نوافل الصلوات اليومية وصلاة ليلة الدفن وصلاة الليل وغيرها الفرائض اليومية صلاة الصبح ركعتان صلاة الظهر أربع ركعات صلاة العصر أربع ركعات صلاة المغرب ثلاث ركعات صلاة العشاء أربع ركعات وتقصر الصلاة الرباعية في حال السفر بشروط معينة النوافل اليومية يستحب التنفل في اليوم والليلة بأربع وثلاثين ركعة وهي كما يلي ركعتان قبل صلاة الصبح ثماني ركعات قبل صلاة الظهر ثماني ركعات قبل صلاة العصر أربع ركعات بعد صلاة المغرب ركعتان بعد صلاة العشاء من جلوس وتحسبان ركعة واحدة ثمان ركعات صلاة الليل والأفضل الإتيان بها في آخر الليل قبيل الفجر ركعتان بعد صلاة الليل الشافع ركعة بعد صلاة الشافع الوتر مسألة النوافل ركعتان ركعتان إلا صلاة الوتر فإنها ركعة واحدة مقدمات الصلاة أوقات الصلوات اليومية وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى غروبها مع تقديم الظهر على العصر وقت صلاة العشاءين من أول المغرب إلى نصف الليل وهو ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ويجب تقديم صلاة المغرب على العشاء إذا لم يصلي المكلف صلاتين المغرب والعشاء اختيارا حتى انتصف الليل فالأحوط وجوبا أن يصليهما قبل أن يطلع الفجر من دون نية الأداء والقضاء يجب استقبال القبلة أي المكان الذي تقع فيه الكعبة المعظمة في الصلوات الواجبة وأما في النوافل فلا يعتبر الاستقبال إذا أداها المكلف حال المشي أو الركوب والأحوط لزوما رعاية الاستقبال فيها إذا أداها حال الاستقرار على الأرض إذا اعتقد المكلف أن جهة ما هي جهة القبلة فصلى إليها ثم انكشف له الخلاف فإن كان انحرافه عنها ما بين اليمين والشمال صحة صلاته وإن كان انحرافه أكثر من ذلك أو كانت صلاته إلى الجهة المعاكسة لجهة القبلة أعاد الصلاة إذا لم ينقضي الوقت بعد وأما مع انقضائه فلا يجب القضاء مكان المصلي يعتبر في مكان المصلي أن يكون مباحا فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب على الأحوط وكذا لا تصح الصلاة على الفرش المغصوب وإن كانت الأرض مباحة في حكم المغصوب ما ثبت فيه الخمس ولم يخرجه صاحبه فإنه لا يصح له التصرف فيه بالصلاة أو بغيرها قبل إخراج خمسه يشترط طهارة مسجد الجبهة في حال السجود ولا يشترط في سائر مواضع الصلاة بشرط أن لا تسري نجاستها إلى الجسد أو الملابس الأحوط لزوما أن لا تتقدم المرأة على الرجل وأن لا تحاذيه عند أدائهما الصلاة في مكان واحد طهارة بدن ولباس المصلي تجب في الصلاة الطهارة من الحدث بقسميه الأصغر والأكبر تعتبر في الصلاة طهارة البدن حتى الظفر والشعر كما تعتبر فيها طهارة اللباس ما يستثنى من وجوب الطهارة فيجوز الصلاة مع النجاسة في موارد الصلاة فيما لا يكفي وحده في ستر العورة كالجورب والقبعة بشرط أن لا يكون متخذا من الميتة النجسة ولا من نجس العين كالكلب على الأحوط ولا بأس بحمل المتنجس في حال الصلاة كأن يوضع في الجيب الصلاة بنجاسة البدن واللباس من دم الجروح والقروح قبل البر ولكن يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به أما الجروح الجزئية فيلزم تطهيرها تجوز الصلاة مع تلطخ البدن أو الثوب بالدم إذا كان مقداره أقل من عقد الإبهام هذا الاستثناء لا يشمل دم الحيض ودم نجس العين والميتة وغير مأكل اللحم ودم النفاس والاستحاضة على الأحوط إذا صلى جاهلا بنجاسة البدن أو الثوب ثم علم بها بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته إذا علم بنجاسة ثيابه في أثناء الصلاة وعلم أنها كانت موجودة قبل الدخول فيها فالأحوط أن يستأنفها مع ساعة الوقت وأما مع ضيقه عن إدراك ركعة واحدة فإن أمكنه خلع ثيابه مع وجود الساتر من دون أن يفعل شيئا من منافيات الصلاة كالإخلال بالاستقبال فعل ذلك وأتم صلاته وإلا صلم عن نجاسة وتصح صلاته إذا علم نجاسة بدنه أو لباسه فلم يهتم بها حتى نسيها ثم صلى فيها أعاد صلاته على الأحوط ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة